مرجع بتري معاصر إنه إسحاق الفياض الذي عينه السيستاني من أنه الأعلم من بعده يرجع مقلديه إليه في المسائل التي لا يفتي فيها في المسائل التي يتوقف فيها السؤال هنا إذا كان المرجع الأعلم متوقفا فهو جاهل إذن إسحاق الفياض إذا كان يفتي سيكون هو الأعلم إذن لماذا لا يقدم إسحاق الفياض على أسستاني مهزلة هذه مهزلة المرجعية والرجوع إلى الأعلم فالأعلم هذا كله هراء هراء إبليسي شيطاني قذر هذا هو الدين البتري يضحكون عليكم وسيرقعون لكم ما يرقعون مسخرة أنتم ومراجعكم مسخرة للشيطان أنتم مسخرة لمراجعكم ومراجعكم مسخرة للنواصب وللشياطين إسحاق الفياض يعتقد من أن معرفة الإمام المعصوم أمر فرعي من فروع الدين هذا المرجع البتري الغبي الأثول ألم يكن قد سمع بهذا الحديث من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية الشيعة جميعا يعرفون هذا الحديث هذا المرجع الأعلم بحسب السيستاني السيستاني حينما انتخبه بأنه هو الأعلم إما أن السيستاني هو أثول والأثول هو الذي ينتخب الأثول وإما أن السيستاني شيطان خبيث انتخب هذا الأثول وجعله الأعلم من بعده كي يدوس عليه ولده محمد رضا بعد موت السيستاني كي يدوس عليه باعتباره أنه مرجع دك يدوس عليه بقندرته بحذائه ويصعد على رأسه فإما أن السيستاني أثول وانتخب هذا الأثول وإما أن السيستاني شيطان وانتخب هذا الأثول للتمهيد لمرجعية ولده محمد رضا رجاء أن أعرضوا لنا أراء هذا المرجع الأثول وهو يخبرنا بتلك اللغة الساحرة وذلك البيان العجيب عن أن معرفة الإمام هي من فروع الدين فإذا من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه معرفة الإمام فإن معرفة الإلام من أهم الواجبات الفرعية فإذا لم يجب معرفة الإمام فبتبيعة الحال لا يجب عليه صائر الأحكام الفرعية أيضا فإن من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه شيء من الأحكام الفرعية وفي مقدمتها معرفة الإمام عليه الصلاة معرفة الإمام فإذا هذه الصحيحة تدل تدل على أن الكفار ليس مكلفين بالفروع فإنهم لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإذا لم يؤمن برسالة رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجب عليه فلا يكون مكلفين بالفروع وفي مقدمة في مقدمها معرفة الإمامة فإذا هذه الصحيحة تدل على ذلك أفتهمت شيء خلاصة الكلام جناب الأغى أسحاق الفياض يقول من أن معرفة إمام زماننا هي من الفروع الدينية معرفة إمام زماننا هي أصل الأصول يا علي أنت أصل الدين ولا يوجد أصل آخر هذا هو منطق دين العترة أما منطق هؤلاء البتريين الثولان هذا هو الذي استمعتم إليه وإلى الوثيقة الثانية ورسالته مجتملة على جميع الأحكوم وبمقدمتها الإمامة معرفة الإمامة وسائر الأحكوم الشرعية فإذا معرفة الإمامة ليست في طول معرفة النبي الأكرم ومعرفة الرسالة خواية الأمر إن معرفة الرسالة من الوصول ومعرفة الإمامة من الفروع من الفروع وأيذا معرفة الرسالة لا تكون مشروطة بشرط معرفة الرسالة فعلية يجب على الناس فعلا لأعترافه برسالة نبي الأكرم ولإيمان بها وأما معرفة إمامة وصائر الأحكوم الفرعية تبعا مشروطة بشرط فإن جعل الأحكوم في عرض ووحدة جعل وجوب معرفة النبي الأكرم وجعل معرفة إمامة وصائر الأحكوم الفرعية في عرض ووحدة وأما معرفة وأما معرفة النبي الأكرم وجوه فعلي والإيمان بها فعلي وأما وجوب معرفة الإمامة وصائر الأحكوم الفرعية جعلي فقط في مرتبة الجعلة وفعليتها مشروطة بشرط فهو الإسلام هذا هو الهراء البتري وهذا هو الخراء الطوسي بتمام محن الكلمة هذا المرجع الأعلم بحسب السيستاني الأثول بحسبه بحسب دين العترة الطاهرة هذا المرجع الأعلم سيستانيا الأثول قمريا بحسب منهج قناة القمر إذن الأعلم سيستانيا السيستاني هو الذي عينه من أنه الأعلم من بعده الأثول قمريا بحسب المنهج القمري بحسب المنهج الزهرائي هذا المرجع الأثول أما قرأ الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وهي تقول يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذه الرسالة تشتمل على التوحيد وعلى النبوة وعلى المعادي وعلى القرآن فإن المعادة من فروع القرآن وعلى سائر المعارف الدينية كلها تقع في هذه الرسالة كل هذا جعل في كفة وجعلت بيعة الغدير في كفة أخرى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وماذا بعد والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين لا يؤمنون ببيعة الغدير وليس بالإمامة لأن بيعة الغدير من شؤون الإمامة ولأن الإمامة من شؤون علي فكيف تكون معرفة علي فرعا من الفروع الدينية يا أيها المرجع الأعلم سيستانيا الأثول زهرائيا يا أيها المرجع الغبي الأثول يا إسحاق الفياض كيف صارت معرفة علي أمرا فرعيا من فروع الدين وهذا القرآن الله هو الذي يقول من أن الرسالة بكل تفاصيلها بتوحيدها بنبوتها بقرآنها بمعادها بكل ما فيها تساوي صفرا من دون بيعة الغدير وبيعة الغدير من شؤون الإمامة والإمامة من شؤون علي والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين فالذي يكفر ببيعة الغدير كافر كافر بكل شيء فكيف صارت معرفة الإمام فرعية هذا هو المنطق البتري هؤلاء يفكرون بحسب المذاق البتري وهؤلاء هم الذين إن ظهر الإمام سيحاربونه والشيعة ستتبعهم وإن لم يظهر الإمام في هذا الزمان فإنهم سيورثون هذا الغباء وهذا الثولة وهذه البترية للأجيال القادمة أصحاب العمائم الصغيرة هم الذين سيكونون في العقود القادمة جالسين في محال هؤلاء الثولان أتحدث عن مراجع النجف وكربلا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر